بالفعل وبعد أقل من 40 دقيقة من الآن سينتقل الاهتمام من مراكز الاقتراع مثل هذه هنا في إزمير واحدة من مراكز الاقتراع إلى مباشرة الشاشات لمتابعة المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الأحزاب أحزاب المعارضة هنا وكذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم المؤتمرات الصحفية هنا ستكون محلية قادة محليون لهذه الأحزاب بحسب ما تابعنا العملية الانتخابية هنا في أزمير معقل المعارضة جرت بإنسيابية بسلاسة من الصباح تقريبا لم يتبقى الكثير من الوقت هذه هي الدقائق الأخيرة التي يتوجه فيها من تبقى من ناخبون إلى داخل مراكز الاقتراع أكثر أو نحو عشرة آلاف صندوق انتخابي في هذه الولاية التي تعد أو تأتي ثالثة بعد كل من اسطنبول وأنقرة سواء من حيث تعداد السكان أو من حيث عدد المصوتين أو الذين يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات هنا في هذه الولاية كما في ولايات أخرى مجاورة في منطقة بحر إيجا الولا عادة ما يكون للمعارضة التركية متمثلة سواء في حزب الشعب أو غيرها من أحزاب اليسارية والأحزاب المعارضة الأخرى لذلك الاهتمام النتائج التي ستأتي تباعا فيما بعد بعد عمليات الفرز ستكون مهمة جدا لمستقبل تركيا وإن استطاع على الأقل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن يقلص الفارق في هذه الانتخابات في هذه الولاية فسيكون بذلك بمثابة زلزال سياسي حقيقي خاصة وأن هذه المنطقة ولاية أزمير تعد معقلا لحزب الشعب الجمهوري للمعارضة التركية المعارضة العلمانية التركية والتركيز من هذه الولاية لمحاولة تغيير النظام السياسي في كامل تركيا من رئاسي إلى برلماني كما يعد زعيم الجمهوري كمال كوليتشار أغلو ترجمة نانسي قنقر